بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حيا كنا الله طالبات الصف الثاني متوسط اليوم بإذن الله سوف نتعرف على رسمي على رسم الكتابي رسم الحرفين حرف الطا والضا بخط رغة لدينا هنا نشار تمهيدي أتعاون مع من بجواري في إكمال فرغال لتعرف على مدن بلادي لدينا هنا حرف الراء واليا والفاء ولدينا حرف الألف واللام والغيم والألف كوني من مدن المملكة ممتاز هنا طريف حرف الطاء هنا وهو محافظات منطقة الحدد الشمالية بينما هنا الغاط بارك الله فيك الغاط وهي إحدى المدن تبعد العاصمة الرياض 250 كيلو هنا لدينا الطائف ثم ماذا؟ أحسنتي خميس مشيط وهي في منطقة عسير تقع تلك المنطقة هنا حفر أحسنتي حفر الباطن حفر الباطن حفر الباطن وهي محافظة منطقة الشرقية هنا لدينا الخريطة تدل على مدن المملكة ننتقل إلى صفحة التي تليها وشارك مجموعتي في ترتيب المدن حسب قربها متوقع في حسب قربها في إقامتنا حسب إقامتك كل طالبة تختلف من طالبة إلى طالبة أخرى حسب وجهة نظري الآن بشكل العشوائي الطائف طريف حفر الباطن الغاط خميس مشيط أرسم الحرف المشترك بين بلادي السابقة حرف الط الحرف الذي يليه في الحروف العربية حرف الط ممتاز هنا عند الرسم ننتقل إلى صفحة تليها هنا عند الرسم حرفي هناك أو قبل ذلك أتأمل العبارة وكيف لا أدعو لك يا وطني وأنت مهبط الوحي ومهد الطفولة وهذا ما يميز بلادنا الحبيبة هنا عند رسم حرفي الط والض منفردين ومتصرين هما شبيهان بحرف الر وحرف الألف نقطة الض وألف عمودي على منتصف الجسم بينما في الإضاءة ما تعلمت في الوحدة حول رسم حرفي الض بالصعود متجهة لليمين وإضاءة ألف الط النسخ بحلية وألف الط الرقع بلا حلية بذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم ألقاك بإذن الله في درس قادم استداتك الله الذي لا تضيع ودائع ألقاك بإذن الله ألقاك بإذن الله